اشتركوا في القناة في عصرنا الحديث عاد المصطلح ليكون ركيزة اساسية في خطابات الرئيس الامريكي ريغان عندما قام بمخاطبة الجمهور الامريكي بالطريقة التي تحدث بها ممثلوا الولايات المتحدة امام الجمعية العامة للامم المتحدة عن الدور الذي لعبته كوريا الشمالية ودول اخرى في تغذية ما يسمى بالارهاب الدولي وفي السنوات العشرين الاخيرة اصبح المصطلح هلاميا لا قانون يقيده ولا معيار يقاس عليه فالافغان الذين وسمتهم الولايات المتحدة بالارهاب هم انفسهم من وصفتهم بالمناظرين من اجل الحرية فقط فاختلف التوصيف مع اختلاف المصالح اذا المعيار هو المصلحة السياسية فلكل دولة معاييرها وقوائمها التي لا يشترط ان تتفق مع الدول الاخرى ومن هنا اصبح المصطلح اشبه بالقبعة تضع على رأس هذا وتنزع عن رأس ذاك ولم تفلح الامم المتحدة حتى الان في اصدار تعريف محدد له ولم تتفق دول العالم على الية مشتركة على تصنيف الجماعات الارهابية فميليشيا حزب الله وفيلق بدر وميليشيا البيكيكاي وميليشيا بشار الكيموي كل هؤلاء ادرجوا صوريا في لوائح الارهاب والدول الرعية له ولكن لم يشهد احد من العالم اي استهداف لهذه المنظمات والميليشيات لان المصلحة السياسية اقوى من المصطلحات بينما يدرج المناظرون والمقاومون والمدافعون عن بلدهم في قوائم الارهاب وتلاحقهم الطائرات والصواريخ مما كان لاخر فهل سيبقى مصطلح الارهاب هلاميا زئبقيا يستخدم وقتما تله الدول وتشاء ام ان الاحداث المتسارعة وما يشهده المسرح الاوروبي والعالم من حروب ستفضي في نهايتها الى تعريف واضح وشامل للارهاب